جديدة النهاردة فيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن من هم نساء الأبراغ اللي أكثر ذكاء عاطفياً يعني اللي عندهم ذكاء عاطفي اللي عندهم ذكاء الأبراغ الذكية بس في الستات فالنهاردة هنتقسم الأبراغ مش هنتكلم عن كل الكل الهنتكلم عن الستات اللي عندهم ذكاء الأسكاء قوي اللي هتلاقيوا عندهم كده يعني أنت هتحس فيهم سنس كده سنس الفهم عالي قوي بيلقطوه يا طايرة عندهم طموح عندهم هي ستة ذكية أنت هتقول عليها ستة ذكية فمين هم الأبراج الأكثر ذكاء في النساء؟ وقولوني بقى تتوقعوا ده سؤال للرجالة وستات تتوقعوا مين أكتر ثلاث أبراج ذكية في الستات ومين أكتر سبع أبراج نحن نهاردة هنقول مين الأكتر ذكاء أكتر سبع ستات أسكية جدا 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 مش عايزة الناس تزعل مني عشان كل ما يجي يتكلم وعمل ترتيب الناس تزعل وتتضايق ويقضي يقولولي راشن في قلت على بورج كذا وقلت مش عارفة إيه فليه بقى بعد كده طيب كان عادة يا جماعة هستنيكوا تشتركوا في القناة لو أول مرة تتبعوني وكمان تتبعوني على السوشل الميديا بتاعتي يكون موصوطة جدا وطبعيك على السوشل الميديا بتاعتي على الانستجرام وعالفيسبوك وقولولي تفرجوا على هنفين وانتو بورج إيه وقولولي انتو بتتوقعوا تحت قلولي مين الأبراج التي تعملتوا معاها وخاصة الرجالة بتحسوا ان هما أبراج ذكية قال تعالوا نتكلم عن مين هما أكتر سبع أبراج وفي الآخر أقول أكتر ثلاث أبراج ذكية جدا جدا هيجي عندنا امرأة بورج التور ست بورج التور ست لماحة ذكية عقلة رزينة عارفة هي عايزة إيه حياتها عندها أهداف عندها طموحات فهي ستة ذكية وعندها ذكاء عاطفي بتعرف توصل لها عايزة بتعرف ازاي تدخل بالطريقة الصح بتعرف ازاي توصل لأي حاجة نفسها فيها فهي شئنة أو قبينا هي ستة ذكية جدا 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 وست أنا رحب ستة بورج القوس بحيث ان هم عقلين قوي كده بحيث ان هم مش خفاف يعني ستة قيلة ستة رزينة ستة قوية يعني ستة بورج القوس ستة قوية عارفين مثلا أنا هقول لكم ستة بورج القوس بتقولولي ايه رأيكم اصالة ستة بورج القوس طور من ثاني ستة بورج نانسي عاجرم بورج طور فانتو بتخليني ستة ذكية جدا لماحة قوية مشي بيجي من بعد كده عندنا يعني ستة بورج حمل ستة بورج الحمل عندها ذكاء اجتماعي هي ستة ذكية ستة لماحة ستة قوية عارفة هي عايزة ايه شخصتها قوية لها حضور بتعرف امتى تشد وامتى ترخي فهي من الثلتات اللي عندهم ذكاء ونسبة ذكاء عالية جدا 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 فهي ستة من الثلتات اللي لازم تضرب لها تعالى لزيم سلام وتعمل لها حساب يعني اوعى تستهين لذكاء ستة بورج الحمل اطلاقا يعني هي ستة قوية وقادرة كمان ستة القوية القوية يعني والنحدش عارف يجي عليها وستة عندها حمل احساسها عالية يعني بطرف يعني دايما ستة بورج اتحاملت لك انا حاسة بكذا تأكد ان النسبة كبيرة جدا احساسها هيطلع صح ده عندهم حاسة سبعة سبحان الله يعني ستة ذكية وعندها ذكاء اجتماعي وذكاء كمان عاطفي طيب نيجي بعد كده عندنا الابراج الاكثر زكاء هتيجي ستة بورج الميزان ستة بورج الميزان من الثلتات القوية جدا القادرة كده اللي هي شخصية قوية شخصية قيادية بتعرف تتكلم وتحدثة اجتماعية شطرة جدا فعندها الذكاء بتعرف تكسب الناس كلها بتعرف تخلي اي حد في الكون يحبها بتعرف تجذب كده يا ستة جزابة وبتعرف تجذب اي حد في الدنيا فانا هتبارها من اكتر الابراج زكاء يعني هو حتى راجل الميزان زكي جدا وست الميزان برضو زكية فهم من الابراج الجزابة اللي بتعرف بيعرفوا ويوصل لهم عايزينه برج زكي برج لماح برج قوي طيب ييجي عندنا بعد كده ست برج الجوزاء ست برج الجوزاء ست زكية 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 يعني هي من الاكثر اكثر الابراج زكاء وعندها زكاء اجتماعي وزكاء عطفي لا يوصف يعني هي بتعرف امت يعني هي لو حطت حاجة في دماغها اذا فهي الحرب توصل لها يعني هتوصل لها متحدثة بارعة بتعرف تتكلم كويس قوي بتعرف تعبر عن شخصيتها بتعرف تعبر عن نفسها بتعرف تتكلم كويس عندها زكاء يعني برضو بتعرف تتعامل مع الناس كويس بتعرف امتى تشده امتى ترخي بتعرف امتى يعني هي سكت انا بعتبرها من اكثر اكثر ستات زكاء طبعا ست برج برج الجوزاء ييجي بعد كده برضو برج هوائي وهي ست برج الدلو ست برج الدلو دي زكية عندها برضو احساسها قوي جدا جدا عندها حسة فسة لما بتحس بالحاجة بتحصل ست مخشغال بتعرف تفكر عندها وستة قوية ستة برج الدلو من ستات لشخصيتها قوية وعمرك ما تستهين بشخصية ست برج الدلو من المعلم البداية ممكن تكون غمضة هي ستة غمضة ما بتعرفش اللي صعب تفهم شخصيتها وصعب تفهم هي بتفكر ازاي فهي ستة قوية جدا وبصراحة جماعة تقريبا ستات كلهم اسكية ده اللي أنا ملاحظة ان كل ستات اسكية جدا جدا ستة برج الدلو من الستات اللي لازم تعمل لها تعظيم سلام وعلى فكرة احساسها جماعة يعني لو ستة برج الدلو جيت قالت لكم انا حاسة ان كذا كذا هيحصل حاسة بكذا كذا تأكدوا 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 ان احساسها عالي 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 ان هي عندها سنس قوي جدا جدا وبتفهم في الشخصية بطرف تقرأ العقول بطرف تحلل كويس تيجي بعد كده الملكة يا جمال الملكة عشان ده برجي أنا طبعا برج العزراء بحبش كلا عن نفسي كتير الناس اللي بتتبعني من زيان عارفين ان انا عزراء فبالتالي ان احبش الكلام عن نفسي بحبت برج العزراء ست زكية هي الانثة كمان انثة زكية بالرغم من هدوءها بالرغم من خجلها بالرغم من ان هي ممكن تستهين فيها لان هي هادية هي مش مثلا زي الستة بتاع البرج مثلا الحمل بتحبت تتشوق وتحبت كلا مع نفسها لا هي هتلاقيها هادية هتلاقيها سكتة هتلاقيها متتكلمش كتير الا ان هي في منتهى منتهى الزكاء وعندها زكاء اجتماعي عالي جدا جدا وذكاء عاطفي قوي جدا 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 فهي ستة يعني قوية يعني هي ستة قوية بالرغم من منظرها الهادية يعني هي ستة دايما نحسني هي بسيطة يعني البرج العزراء ده برج بسيط قوي يا جماعة يعني حسن هي ومتحبش كلا مع نفسها كتير بس متى يعني لا وعندها حسسة ستة بقى قوية جدا روحانياتها عالية عندها روحانيات دايما ستة العزراء مش بحبش يا جماعة كلا مع نفسها مدير بس ده وضع حقيقة ستة بتاعتها العزراء دايما لما بتحسس بحاجة بتحصل زي ستة برج الدل وزي ستة برج الميزان برضو يعني فيه قبراج عندهم سنسل احساس ده عالي فالستة ستة العزراء دي ستة يعني ذكية لماحة عندها سرعة بديهة قوية جدا بتحلل كتير جدا بتفكر كتير وها مش من الستات العطفية بيت كده قاعدة في البيت ما بتعملش أي حاجة مفيدة ما بتعملش أي حاجة لا هي عايزة يبقى عندها بلانس وعندها وعندها قوة وعندها يعني عندها يعني برضو ستة العزراء لو حطت حاجة في المخة إذن فهي الحرب هتوصل لها يعني هتوصل لها وهي ستة برضو يعني فيها أبراج مايبانش يعني ممكن بتستهين بزكاءة لأنها ده هتلاقيها سكتة في البداء يعني ده ما هنتلاقيه ما بتتكلمش كتير ده أنا هتلاقيه بتسمع أكتر وده نعمل أنواع الزكاة يا جماعة أنا عايزيكوا تقولولي مين أكتر ثلاث أبراج ستات اتعاملتوا معاهم بتحسوا أنهم أسكية حتى لو أنت بنت تقولولي مين الأبراج اللي تعملت معاها بتحسوا أنهم أسكية يعني أنا هقولوكوا دلوقت يعني فإحنا كده تعالوا نراجع مع بعض تاني قلنا أول حاجة برج ست برج الميزان ست برج الدل والجوزائي يعني كل الأبراج الهوائية ست برج التور ست برج التور والعزراء دولة الأبراج الترابية بعد كده قلنا ست برج الحمل وآخر برج هنقوله هو ست برج العقرب ست برج العقرب ست بكية ست قوية ست غنضة عندها زكاء اجتماعي عندها قدرة رهيبة إن هي برضو لو حطت حاجة في المدخة هتوصلها هتوصلها ست لماحة سريعة البديهة عندها شخصية قوية عندها شخصية قيادية فهي من الستات الأسكية جدا جدا اللماحة قوي أنا بعتبرها ستة زكية قوي قوي يعني بجد يعني هي من أكثر الأبراج زكاء على الإطلاق يعني طيب دولة أنا بشوفهم تاعمين أكتر ثلاثة أسكية حطوم ثلاثة طب تري في الزكاء طبعا الجوزاء تحط نمبر ون جوزاء زكية جدا عزراء ودل دولة التلاتة اللي حطوم طب تري في الزكاء دولة أسكية ثلاثة أبراج أنا تعملت معهم أنا وشوفهم إن هما دولة الأكثر الزكاء طبعا يعني ست بورجي مثلا فيه ستات ما قلت لهمش بس هما برضو أسكية جدا بس هما عندهم موايزات تانية يعني ست بورجي الأسد دي شخصية قيادية شخصية قوية فعندها قوة شخصية تبقى غلب عليها ست بورجي القوس برضو ست شخصية قوية شخصية قيادية بس دولة أسكية قوي يعني حتى مش دايما أن الشخص الزكي تلاقيه الظهر يعني لازم الشخص الزكي تلاقيه شو يباين إنه هو زكي بس هوا لو اتعاملت معاه هتلاقي إنه هو زكي ست بورجي الجدي زكية جدا جدا برضو وعندها زكاء قوي يعني أنا ممكن أخط بورجي الجدي كمان وأحصل لو أنا هاشيل حد هاشيل الطور يعني ممكن الجدي كمان أقصر زكاء من الطور بس أنا بقول الأكثر أكثر زكاء هي الجوزاء عذراء وزي ما قلت الدلو دولة يعني top of the top طيب عايزة بقى رجالة يقولولي النهاردة الفيديو ده موجه والسؤال ده موجه للرجال يفرج على الفيديو قلولي تحت مين أكتر سكت زكاة تعملت معاها يعني تعملت معاها وعجبكو زكاها وكمان قلولي بتفرج عليها مثلين قلت بورج ايه ومين ست تحب تعملت معا حسنش إنها زكاة خالص يعني برضو عايزة كتقولولي تحت أنا مهتمة لأنا أشوف رأيكو تحت لو بتفرج عليها على الانستجرام اعملوا فولو لو بتفرج عليها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب اشتركوا في القناة أو في البيتج عايزيني أكبرهم بشكركم تانكيو كده عندي كل التعليقات ده عشان ده لايف أنا شايف التعليقات تانكيو بحبوكو جدا جدا وكيد بحب بس مع الكلام الحلو بتاعكو حاجة بتديني باور كده بتديني باوزيتف الانرجي استنونا حد هنتكلم عن التخاطر وهنتكلم عن توقعات بورج الحمل وهنتكلم عن توقعات بورج التور بشكركم وبحبوكو قوي 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 تانكيو اهتموا بنفسكو الفترة دي جمعا عشان الدنيا مش فيهاش أمان خلي بالكم من الولادكم عشان احنا تموسوا من وزول المدارس لو ها عندكو أفكار فيديوهات تانية قلوها لي تحت أنا بحب أسمع منكم وبحب أعرف أفكاركم لأن أنا بسمع أفكار حلوة جدا جدا تانكيو بار